من من أكتر اللعبة للشباب اللي شاركوا مع الزمالك في الفتحة الأخيرة شايف أنه هيبقى مستقبله كبير جدا؟ النمار، بس أنا عايز أقول للناس حاجة جميلة جدا، النمار ده عمر ملاعب ناحية اليمين عشان ديت تحسب للجهاز، التطوير اللي حصل في لعبه، خلي بقى أنت ما تجيب، مثلا لما جوم قالوا لي أنت تلعب باكليفت أنا قلت آه، بس لقيت الملعب معوج، فاعتزرت، لأ التطوير بتاع الولد ده لما لعب جي من الشمال في حتة وحافظها لعب يمين، وأدى فيها كويس جدا، وبقى نجم وهو أصلا مركزه جناح أيسر، أصلا، والمركز يجب فيه دلوقتي أقرب شوية كمان لزي الأيمن إن ده كمان مش جناح صريح، للطريقة كمان بقى خدمته، بعده يوسف نبيه، بعده حسام وفيه صيف وفيه طارق، بس سريعا ممكن مطش أو مطشين فالخمسة دولة غير مبارح اسمه الخضر أو خضير، لعبة تبشر يعني أنا نفسي السنة الجاية بإذن الله، إن حتى زي ما يجيب لعبة، يبقى دولة مشتركين مش عايز أقول بصفة مستمرة على قد ما هم متواجدين، عشان في فكرة مثلا، في أنديية تاني تقولك نعير ويلعب بره بعدين يرجعين تاني، مهم جدا، أنت تلعب، لكن لو هو ماشي كويس أنا أتمنى أن بعضهم أو الأربعة أو خمسة دولة يكملوا مع الناس الجاية اللي جاية هم لعبوا، هم لعبوا، يعني الكلام بتاع الأعرة ده، لو هو أصلا ما كنتش عارف ياخد فرصة في الفرية الأول بس هو أريد يخد الفرصة خلاص في الفرية الأول، وزار بشكل كويس ممكن تجيب حد أحسن منه يا كريم، أو عنده خبرات أو نجومية يقدر يقدر في البطلات الأفريقية مثلا، والدولة وكاس وهو يبقى بديل، هيبقى عندك ديكة كويسة جدا، طبعا، هيبقى سوبر أنا خايف أن ألعب وحش أو أهرج، هيجي يمسك مكاني، وفي منافسة تفيد نادي الزمالك كمان ممتاز جدا، طيب